في خبر نتشر اليوم في الدوحة عن خريطة في الأسناب طبعا قبل إذا دخلت الخريطة تضغط على الأماكن يجيب لك الأسنابات اللي موجودة في هالمناطق أو المدن أو الأماكن هذي اللي موجودة في الدوحة لكن حاليا بعد الخبر اللي نزل اليوم أن تسكرت الخريطة في الأسناب في قطر فقط ليش؟ الله أعلم لأنه يمكن لعله وعسى ناس يستخدمونها استخدام خاطئ خصوصا هالفترة المهم فالحين تدش لو سيل تدش أي مدينة أي منطقة موجودة في الدوحة ما تقدر تشوف الأسنابات الموجودة في هالمنطقة فنقدر نقول إنها تسكرت يعني على المناطق لكن الأماكن الرسمية الموجودة في الخريطة المعتمدة نفس الموجودة في جوجل ماب وويز الأسنابات اللي الحين موجودة فيها يعني باختصار تسكرت من الأماكن أو المناطق لكن الأماكن والكفيات والمطاعم تقدر تشوف الاستوريات فيها أراويكم مثال بسيط هذي خريطة الكويت الحين لو ضغط على أي مكان تطلع الجسنابات في هالمكان هذا بس في الدوحة ما يصير كان يصير بس خلاص الحين ما يصير